بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقال سبحانه وتعالى عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هجمة شرسة وحرب شيطانية على العالم كله بشكل عام وعلى العالم الإسلامي بشكل خاص والمستهدف الشباب والبنات بنشر الفاحشة وتأصيلها بفكر جديد يبرر المنكرات باسم الحرية الشخصية وباسم النسبية نسبية الأخلاق وبعض الفلسفات التافهة التي تريد أن تحطم المجتمعات وتحطم أهم لبنا في المجتمع ألا وهي الأسرة إن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا تتم بأشكال كثيرة منها شبكات الدعار المنظمة ومنها الفكر المنحرف كالفكر الحادي وفكر التحرر والمقصود بهذا كله هو السيطرة على المجتمع الإنساني من قبل عصابة لا يهمها إلا الجشع والتسلط إصابة تنتشر في العالم عن طريق المال والإعلام والقوة والسياسة وتسير الدول الكبرى ومن أهم وسائل الهدم التي تستطيع أن تسيطر بها على الناس وتجعلهم عبيداً أذلاء هو إشاعة الفاحشة وعبادة الشهوات من دون الله سبحانه وتعالى ومن أساليبهم الخبيثة هو تغيير معنى البطولة فإذا كانت البطولة بطولة القتال والشجاعة في ميادين الحرب أو بطولة الشجاعة الخلقية أو بطولة الكلمة الجريئة والصريحة في الإصلاح فإن البطولة اليوم هي بطولة الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات الذين ينشرون المفاهيم إما بالإغراء وإما بالتغيير الفكري إن من أهم وسائل مواجهة هذا الخطر العظيم وهذا الفيروس الذي هو أشد من فيروس كورونا وأمثاله هو أن نفهم أنها هجمة مقصودة مدبرة مخططة منظمة من أجل أن تجعلك أيها الإنسان عبداً ذليلاً بالشهوات يشترى شخصيتك يشترى عقلك يشترى عرضك وشرفك يشترى منك كل شيء بالوهم ليس بالمال يشترون منك كل شيء مقابل أن يعطوك ثمنه هو الوهم الوهم والعيش في الأحلام الفارغة وهذه المصيبة أو المشكلة لا تخص العالم الإسلامي فمن قبل هناك صرخة لعالم مفكر أمريكي دكتور آلان دونو في كتابه نظام التفاهة يحذر أمريكا ويحذر العالم من أن النظام التفاهة بدأت تنتشر في كل مجال في الفن والأدب وحتى في المؤسسات الحكومية وأنصح بمراجعة كتاب هذا الكتاب نظام التفاهة وهو بترجم إلى العربية ترجمة الدكتورة مشاعر الهاجري جزاه الله خيرا موجود على الانترنت ممكن تنزيله بسهولة فلا تكن أيها الشاب والشابة أيها المربون يا أولياء الأمور لا تكونوا معولة هدم لتكونوا عبيدا في المستقبل لهذه العصابة إنشروا العفاف والفضيلة والنزاهة وحاربوا التفاهة وحاربوا الفاحشة يداً واحدة في مواجهة الشيطان والله تعالى معكم